السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفنا على موقع عين حلولها بكده الجيت هوب. وده بيخلي ناس كتيرة تشغل مع بعض في نفس الوقت ومشاريع كتيرة open source تقدر تلاقيها على الجيت هوب. وهي في ناس كتيرة بتحط المشاريع بتاعتها قبل ما تهطوها على موقع مستقل بحيث الناس تقدر انها هتتجربوا ويتشارعي. يعني في موقع كبيرة جدا من الموقع اللي هي كانت في البداية مجرد فكرة. فجربوها على الهدينج فيس. ولو الناس كتيرة مهتمية. فبدأوا ان هما يطلقوها في مواقع مستقلة. النهاردة نشوف بقى موقع اسمه replicate. موقع ده جميل جدا. مليان مطورين ومليان باحثين اللي بشاركوا نمازج الاصطناعي الخاص بهم بحيث الناس كلها تقدر انها بتجربها. فهو بيقدم نمازج واسعة من النمازج اللي ممكن انت تستخدمها وتعدلها بحيث ان انت تقدر تتحلل من خلال البيانات او تعمل برامج كتيرة وتعمل مواقع زي ما انت عايز. تقدر حتى تطور العب من خلاله. فهو بيسهل الزكرة صناعية. خليك الناس هو ده مش هكي سهل. ليه? لانه عند واجهة برمجة تطبيقات اللي هي الابي اي قوية تقدر ان انت تتخدمها في ان انت تتشغل النمازج اللغوية بسهولة. على سبيل المسال هتلاقي مشاريات كتيرة انت تعمل لك صور تعمل لك فيديوهات. تعمل لك موسيقى. تعمل لك نصوص كتيرة تكتبها لك زي شاتجي بديك كده. فهو بيحتضن حاجة كتير جدا. تقدر تولد صور وفيديوهات من خلاله بسهولة شديدة. فهو عنده سرعة وكفاءة بيخليك وتبسط اي عملية بحيث ان انت تقدر تطور في الزكاء اللي صناعي. الناس كلها بتعاون عشان تطور الزكاء اللي صناعي. طب استخدامه ازاي كله عليك ان انت تيجي وتبدأ تعمل حساب لك هنا. تمام? وتقدر ان انت بعد كده تستخدم. وعندك الابي اي توكن دي تقدر ان انت تختار اي مشروع تكمل عليه زي كده. ممكن اي مشروع مسلا يعجبك تقدر ان انت تختاره وتبدأ ان انت تدرب النموذج اللغة بتاعك زي ما انت عايز. المهم ان انت متشاركش الرقم الاي بي اي معي حتى. لان هو ممكن يستطب برنامج ويشتغل به وياخد منك النقط لان هو فيه اشتراكات بفلوس. تمام? زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. تقدر تعمل الترينيج بسهولة. دي الاشتراكات. دي الزيرو في الثانية مسلا. دي الساعة بتاعها. زيرو بوينت ستري سيكس لكل ساعة مسلا. تمام? فقا المبلغ بسيط. وهي اتقدر استخدم الاجهزة لالسي بيو ديت. تمام? تقدر تختار طبعا لو انت عندك حاجة بسيطة ممكن تختار حاجة كونسرعة او العيلة. لو انت عايز مكانك جبارة ممكن تختار كيانك بتأجر سيرفر او بتأجر كمبيوتر عشان تعمل المشروع بتاعك. فانت تختار شوف ايه الانسب معك. عايز مثلا تعمل الامج موديل تبدأ تختار موجود برضو لو انت عايز تدربه. عايز تعمل برافت موديل. مفتوح برضو ان انت تختار زي ما انت عايز. فانت بتختار الانسب ليك وعندهم هما دعم فني وفي ناس كتيرة جدا هتعاونك ان انت تعمل المشروع بتاعك. هايضا يوصلك لكل نمازج اللغبية بحيس تدرب تعمل اللي انت عايزه. هتلاقي مشاريع كتيرة جدا جدا موجودة open source تدرب تختار منها ايه الحاجة اللي انت عايز تكمل عليها. بدلا ما تبدأ من السفر تختار النموذج وتبدأ تستفيد من القوة الجبارة للزجاء الاصناعي والشغل نستعملها. هتلاحظة ان هما مدينك الملفات بتاعت الترينينج الاكزامبل لو انت عايز تقدر تخش عليه باي وتبدأ ان انت تربط بي تقدر تعمل الترينينج. فموقع الكنز بالصراحة يعني اتمنى يعجبكم ان شاء الله.